النهاية العظمى والصغرى ونقاط الانقلاب الدالة FFX تكون دالة متزايدة إذا كانت المشتقة الأولى للدالة DY على DX تساوي قيمة مجابة وتكون الدالة متنقصة إذا كانت المشتقة الأولى للدالة DY على DX تساوي قيمة سالبة وتكون الدالة في حالة ثبات إذا كانت المشتقة الأولى للدالة DY على DX تساوي 0 ولتحديد نقاط نهاية العظمى والصغرى ونقاط الانقلاب نتابع الآتي رقم 1 إجاد المشتقة الأولى ومساواتها بالصفر dy على dx ثوة صفر ثم تحديد قيم x منها 2 إجاد المشتقة الثانية d تربية y على dx تربية فيذا كانت 2 إجاد المشتقة الثانية للدلة d تربية y على dx تربية ثم تعويض بقيم x التي حصلنا عليها من المشتقة الأولى فإذا كانت المشتقة الثانية بعد التعويض بقيم X تساوي قيمة سلبة أي D تربيع Y على DX تربيع تساوي قيمة سلبة إذن توجد نهاية عظمى للدالة وإذا كانت المشتقة الثانية بعد التعويض بقيم X تساوي قيمة مجابة أي D تربيع Y على DX تربيع تساوي قيمة مجابة توجد نهاية صغرى للدالة ولتحديد نقاط الانقلاب للدالة يتم مساواة المشتقة الثانية بالصفر والحصول على قيم X منها ثم إيجاد المشتقة الثالثة D تكعيب Y على DX ثم التعود بقيم X ويكون للدالة نقاط رجوع أو انقلاب إذا كانت المشتقة الثالثة D تكعيب إذا كانت المشتقة الثالثة D تكعيب Y على DX تكعيب تساوي قيمة مجابة أو قيمة سالبة مثال أوجد النهايات العظمى والصغرى ونقاط الانقلاب للدالة Y تساوي 5X plus 3 ناقص 10X تربية زائد 15X زائد 5 لإيجاد النهايات العظمى والصغرى ونقاط الانقلاب نتابع الآتي رقم واحد إيجاد المشتقة الأولى ومساواتها بالصفر D على DX تساوي صفر المشتقة الأولى D على DX تساوي 15X تربية ناقص 20X زائد 15 تساوي صفر تم اشتقاج هذه الدالة باتباع قواعد الاشتقاجة الذي تعرفنا عليها سابقا حل هذه المعادلة للحصول على قيم X 15X تربية ناقص 20X زائد 15 هذه معادلة من الدرجة الثانية في المتغير واحد نقوم بحلها كما تعرفنا على حل المعادلات سابقا بقسم الطرفين على 5 نحصل على المعادلة 3X تربية ناقص 4X زائد 3 وبتحليل الطرف الأيصر إلى عاملين 3X ناقص 1 في X ناقص 1 3X ناقص 1 تساوي 0 ومنها 3X تساوي 1 أي أن X تساوي 1 على 3 X ناقص 3 تساوي 0 ومنها X تساوي 3 أي أن X هنا تساوي 3 أي لدينا قيمتان لـ X X تساوي 1 على 3 وX تساوي 3 رقم 2 إيجاد المشتقة الثانية ومساواتها بالصفر أي اشتقاق أو تفاضل المشتقة الأولى مرة أخرى بالنسبة لX D تربيع Y على DX تربيع يساوي 30X ماقص 20 نقوم بالتعويض في المشتقة الثانية بقيم X التي حصلنا عليها من المشتقة الأولى بالتعويض بقيمة X عندما X تساوي 1 على 3 في الدلة فنجد D تربيع Y على DX تربيع تساوي 30 في تلت نقص 20 أي تساوي 10 نقص 20 تساوي سالب 10 وهذه قيمة سالبة وبالتالي D تربيع Y على DX تربيع تساوي سالب 10 إذن توجد للدلة نهاية عظمة عندما X تساوي 1 على 3 بقى التعويض بقيمة X في الدلة عندما X تساوي 3 D تربيع Y على DX تربيع تساوي 30 في 3 مرة أخرى بالنسبة لX D3Y على DX تساوي 30 بقى مساويات المشتقة الثانية بالصفر دي تربيع Y على DX تربيع يساوي 30X نقص 20 تساوي 0 والحصول على قيم X منها بحل المعادلة 30X نقص 20 تساوي 0 ومنها 30X تساوي 20 بقسمة الطرفين على 30 اللي هو معامل X إذن X تساوي 20 على 30 أي تساوي 2 على 3 واضح أن المشتقة الثالثة للدلة تساوي قيمة مجابة إذن نقطة الانقلاب هي X تساوي 2 على 3 مثال إذا كانت دالة الإرادة الكلي التي تتحقق من بيع سلعة معينة هي TR تساوي سالب 100X تربيع زائد 1000X حيث X هو سعر السلعة بالريال والمطلوب رقم 1 تحديد سعر السلعة الذي يجعل الإرادة الكل السنوي أقصى ما يمكن رقم 2 ما هي قيمة الإرادة الكل السنوي الحل لكي يكون الإرادة الكل السنوي أقصى ما يمكن أي نهاية عظمة يتم إيجاد النهاية العظمة لدالة الإراد بالخطوات الآتية رقم 1 إيجاد المشتقة الأولى لدالة الإراد ومساواتها بالصفر DTR على DX تساوي سالب 200X زائد 1000 بتساوي صفر نقوم بحل هذه المعادلة سالب 200X زائد 1000 تساوي صفر نقوم بجعل الساود في طرف والمجاهيل في الطرف الآخر أي سالب 200X تساوي سالب 1000 نقوم بقسمة طرفي المعادلة على سالب 200 وهو معامل X سالب 200X على سالب 200 تساوي سالب 1000 على سالب 200 ومنها X تساوي سالب 1000 على سالب 200 أي X بتساوي 5 اتنين إيجاد المشتقة الثانية للدالة الإراد أي تفاضل المشتقة الأولى مرة أخرى بالنسبة لX DTR على DX تساوي سالب 200 قيمة سالبة أي يكون الإرادة الكل السنوي أقصى ما يمكن نهاية عظمة عند السعر X تساوي 5 ليجاد الإرادة الكل السنوي هذا ليجاد الإرادة الكل السنوي يتم التعويض في دالة الإرادة الكل عن X تساوي 5 500 زائد 5000 يساوي 2500 ريال أي أن الإرادة الكل السنوي يساوي 2500 ريال